صحيح يا أحمد وخليني أقول حضراتكم أنه مسألة المعارض والمنافذ اللي موجودة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية هي بكل بساطة رسالة تمأنة لكل الأسر المصرية بأنه كل استلع الأساسية اللي هتحتاجوها موجودة ومتوفرة وبأسعار تناسب الجميع في منها كمان مغزون يكفينا شهور لقدام السيد رئيس عبدالفتاح السيسي في أكتر من مناسبة قال أنه الدولة بتسعى لتقليص تداعيات الأزمة العالمية إلى أدنى مستوى علشان المواطن ما يحسش بهذه الأزمة وما عندناش أي مشكلة في مسألة توفير السلع السلع الأساسية متوفرة وكمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان بيتفقد معرض أهلا رمضان في شارع فيصل في الجيزة وقال أنه المعرض حيفضل مستمر كمان لما بعد رمضان والسلع الموجودة فيه كلها عليه تقفضات وبتوصل لحد 30% فكرة توفير حتى السلع الاستراتيجية ده بيخلينا قادرين على امتصاص الصدمات الأولى للأزمات الاقتصادية اللي موجودة وبتحصل لكذا كان مصر بس لها دور كبير في ده مش فكرة كمان في الفترة دي لا كانت بتعمل على زيادة المكون المحلي في قطاعات مهمة جدا يهدير زي قطاع الصناعة قطاع الزراعة وتوفير أو تحييق الاكتفاء الذاتي على مدار سبع سنوات كل ده بيخلينا الحمد للأحنا نصمد أمام الجوائح من عملها كورونا ودلوقتي ده أزمة الأزمة الأوكانية الروسية ده حيث أشرت لي معرض أهلا رمضان وفي الحياة المعارض دي مش موجودة بس في القاهرة أو الجيزة لا دي موجودة في كل محافظات الجمهورية ده غير المنافذ اللي وصل عددها حتى الآن لتمن تلاف منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة وهنا بنتكلم على تخفضات زي ما قالت هدير تخفضات دي بتوصل لـ 30% كمان المنافذ اللي افتتحتها القوات المسلحة واللي بيبيع السلع بنصف ثمن هذه السلع يعني في إطار الدور اللي دايما بتقوم بالقوات المسلحة للحد من يعني الأعباء اللي موجودة على كاهل المواطنين كمان مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحدة اللي موجودة على مدار العام في أكثر من 9993 عفوا فرع من فروع السلاسل التجارية المختلفة في كل المحافظات كل ده بيبعث رسالة طمأنة رسالة طمأنينة للمواطن المصري بأن ما نتكلبش بقى على الشراء كل سلع موجودة ما تفوتش حتى فكرة حق مواطن آخر في الحصول على سلعة هو في احتياج لها في الوقت الحالي صحيح أعتقد أنه يعني بعد كل هذي الإجراءات الاستباقية المهمة اللي اشتغلت عليها الدولة علشان ما يكونش فيه سلعة غير متوفرة أو ننزل ندور عليها في السوق ما نلايهاش وفي نفس الوقت فيه تشديد من الأجهزة الرقبية على كل الأسواق علشان نمنع مسألة التلاعب بالأسعار ونمنع مسألة الاحتكار يبقى الدور اللي جاي على المواطن أعتقد أنه مسألة الترشيد هتفرق معنا بشكل كبير علشان ما حدش ينزل يدور على سلعة وما يلاقيهاش طول الشهر الكريم يا ريت يعني كل واحد بينزل السوبر ماركت يشتري طلبات مش لازم نخزن للشهر كله طبعا ربنا يبارك للجميع وربنا يدي الجميع لكن مسألة أن احنا يعني نلم المنتجات من الأسواق ده بيأصلا بيخلي التاجر يتلاعب بقى في الأسعار لأنه الحاجة هتزيد عليها وده ما بتبقاش حاجة حقيقية لأنه الحاجة بتكون متوفرة فاحنا يعني ان شاء الله كلنا نلتزم بمسألة الترشيد نشتري الحاجة أسبوع بأسبوع ويعني ربنا ان شاء الله يبارك للجميع في هذا الشهر الكريم رمضان كريم على حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر